اشتركوا في القناة والحكوميين في الجهات والقطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص هناك تساؤلات كثيرة نحاول قد مستطع أن نبسطها ونوضحها للناس لكن عندنا في البداية خبر حقيقة ممكن أكيد أنه جميل ونتحدث عن ما سيدشنه مستشار خادم الحراميني شريفين أمير منطقة ملكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خاد الفيصل حيث يدشن معرض مشاريع المنطق الرقمي والفعاليات المصاحبة له وين؟ هنا الشيء الجميل في قبة جدة هذه القبة يعني بتكلم عنها لكن هذه أولى الفعاليات التي راح تحتضنها هذه القبة القبة قبة جدة بس للعلم ستدخل أو دخلت يعني موسوعة جينيس كأكبر قبة متصلة بدون أعمدة وين؟ بس عندنا في العالم وراح يكون إن شاء الله فيها كذلك استغاضيها من المشاريع في المنطقة وأكيد بيكون في تفاصيل أكثر والمشروع المميز والمشاريع اللي راح يتم تدشينها غداً الأربع إن شاء الله في جدة ويرعاها سمو أمير منطقة مكة المكرمة أمير خالد الفيصل زميلنا يوسف الزايدي مع ضيفه سلطان الدوسيري المنشف العام على ملتقة مكة الثقافي الثقافي يعلمنا بكرة وش بيصير تفضل أهلا بك زميلي خالد ورحب بك وابي المشاهدين الكرام نتواجد اليوم في قبة جدة والتي تحتضن مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمية بناء الإنسان وتنمية المكان والتي ستكون على مدار أربعة عشر عام والتي ستضم أكثر من مئة مشروع رقمي ولعل يسعدني في هذه اللحظات أنا أستضيف المشرف العام على ملتقة مكة الثقافي الأستاذ سلطان الدوسيري رحب بك أستاذ سلطان عبر الشاشة السعودية وبر الجسارح السعودي الله يحفظ لو نتحدث اليوم عن هذه الانطلاق لمشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمية بناء الإنسان وتنمية المكان نعم الحقيقة طبعا إمارة منطقة مكة المكرمة من دون تولى الأمير خاد الفيصل مهام العامة كأمير منطقة أعدت استراتيجية كان عنوانها بناء الإنسان وتنمية المكان تنمية المكان كان فيها مشروعات كثيرة وكبيرة والله الحمد خلال الأربعة عشر عامة اللي راح تتحققت بشكل كبير واليوم إن شاء الله في هذا المعرض الرقمي راح نستعرض للناس والزوار كل اللي حيحضرون إن شاء الله في هذا المعرض راح يشوفون مراحل التنمية في منطقة مكة المكرمة من أربعة عشر سنة حتى اليوم وين وصلنا فيه المشروعات الكبيرة في كل المحافظات المنطقة السبعة عشر والحقيقة أنه المعرض هذا لأول مرة نعمل توحيد لجهود أنشطة أنشطة الأمارة السنوية في حفل كبير يمكن كان لقبة جدة الدور في أن احتضنت هذا التجمع الكبير راح إن شاء الله زي ما قلت لك نعرض فيه مشاريع تنمية المكان أما ما يتعلق ببناء إنسان فحرح تكون فيه فعاليات كبيرة أنت تعرف أنه عندنا في أمارة منطقة مكة المكرمة حسب توجيات سمو أمير المنطقة وسمو نائب أنه يكون عندنا فعاليات تهتم ببناء الإنسان لها مردود مباشر أو غير مباشر على إنسان منطقة مكة المكرمة وزائرها عندنا كثير من الأشياء تحققت ولله الحمد مثلا جائزة مكة للتميز سوق عكاظ سبوعيات المجلس التقال أمير بالمواطنين وأيضا عندنا ملتقى مكة الثقافي في كل عام عندنا ملتقى ثقافي يشرف عليه سمو أمير المنطقة بنفسه يعني ويكون له عنوان سنوي عنوان السنوي هذا العام كيف نكون قدوة في العالم الرقمي لذلك احنا اخترنا أن المشروع هذا وعرض المشاريع يكون بطريقة رقمية كختام لهذا المشروع الناجح في هذا العام ولله الحمد ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة في العالم الرقمي حقق نتائج كبيرة جدا الحمد لله من خلال إدارة الإمارة لهذا المشروع بالتعاون مع كل الوزارات الموجودة في المملكة ولله الحمد وأيضا جامعة المنطقة ساعدتنا كثير في إنجاح هذا المشروع تحققت أشياء كبيرة من ضمنها وصل الجهات الحكومية فيما بينها البين بطريقة رقمية ولله الحمد يعني أصبح المواطن أو الزائر للإمارة يستطيع أن يتابع معاملاته يستطيع أن يدير أعماله من خلال موقع إلكتروني اسمه وصل يربط أمارة منطقة مكة المكرمة بكل الجهات الحكومية في المنطقة كل الأشياء هذه اللي نقولها لك بإذن الله راح نستعرضها في هذا التجمع الكبير حتى يعني يشوف الإنسان المواطن والمقيم الزائر لهذا المعرض جهود الدولة في هذه المنطقة وين وصلت ولله الحمد سالسلطان لو نتحدث أيضا عن المشاركين في مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمية بناء النسان وثنين مكة المكرمة المشاركين ولله الحمد من كل الجهات الحكومية زي ما ذكرتك راح يشاركنا وزراء كثير من الوزارات وراح يشاركنا أيضا نواب وزراء أيضا الجهات التقنية في المملكة مثل سدايا مثل مدينة ملك عبدالله العلوم والتقنية كل الجهات الحكومية مشاركة في هذا المعرض ولله الحمد وفي تفاعل كبير الحمد لله طبعا راح يكون الحفل بكرة بإذن الله بإشراف سمو أمير المنطقة وحضوره وتشريف وسمو نائبه وعدد من الأمراء والوزراء وراح يفتح من يوم الخميس بإذن الله عز وجل المعرض لزوار المنطقة سواء من داخل المنطقة أو من خارجها راح يكون طبعا ضمن الاحترازات اللي وضعتها وزارة الصحة لأنه وزارة الصحة معنا من اللجان اللي تشترك معنا في موضوع التنظيم هذا شكرا لك سلطان هذه كانت أحد أبرز المعلومات التي يطلعن على الأستاذ سلطان الدونس المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي في قبة جدة التي تقع على مساحة 34 ألف متر مربع ولسي تستحتضن هذه الفعاليات الرقمية لتنمية المكان وبناء الإنسان عودة إليك زميلي خالد الصوت والصورة إليك شكرا لزميلنا يوسف وضيفك الكريم أكيد بنتابع إن شاء الله بشغف غدنا الأربعاء انطلاق مجرأة ملتقى مكة الثقافي وتكلم كذلك عن هذه القبة المعلم الجديد اللي بيكون في جدة وتقام فيها أكيد فعاليات ومعارض يعني ليست فس محلية نصرنا نشوف العالمية إن شاء الله طيب الموضوع الحلقة يعني مثل ما أشرت في البداية الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية التعامل مع الموظفين الحكوميين وين في الجهات والقطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص والتي تضمنت بأن يعامل الموظف اللي تتوفر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل ووفق ترتيبات محددة فوش قصة التحول التخصيص وش المقصود بالقطاعات المستهدفة من التخصيص وإيش هي هذه القطاعات كيف تكون الآلية تحويل الموظفين من القطاع العام مثلا إلى الشركات المشغلة غيرها من السفسارات منهم على البنود الأخرى طيب عند الأجور وغيرها السفسارات تتوقع تهمهم كثيرا يعني راح نطرحها إن شاء الله ونحاول نجيب عليها وراح نناقشها مع ضيوفنا اللي راح فيهم أبدأ بالمستشار القانوني أحمد المحميد كذلك راح بأستاذ خليل الديابي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة ويكون معنا إن شاء الله حتى ضيوف للحديث عن هذا الموضوع الهم ولكن لعلي خلنا أبدأ مباشرة وأبدأ معكم أبدأ معك يعني أستاذ أحمد التحول التخصيص وش المقصود بالتحول والتخصيص وش الفرق بينهم كيف نبسطها للناس أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أبو سلمان على هذا اللقاء وشكرا للقاناة السعودية لتصليط الضوء على هذا الموضوع الهام حقيقة واللي يحكي أو يشيد أو يتوج مجهودات الموظف السعودي بحالة ما شاء الله يعني أمام خيارات متعددة أمام الموظفين السعوديين يعني يعني عجبني في القواعد هذه إنما جت كما اللوايح القانونية الأخرى التي تكون صارمة ومباشرة وبدون خيارات هاتشوف كيف هي أمرونة؟ أمرونة كبيرة وفيها أمرونة وفيها خيارات للموظف نفسه وليحدد مصيره الموظف لذلك أنا أشيد فيها وأهني الموظفين على هذه القواعد وأستبشر فيها خير كثير لماذا نتهني الموظفين؟ دعنا نتكلم بكل صراحة دعنا ننطلق مباشرة بتساؤلات الشارع السعودي ترفيه ونتكلم أعطيك السؤال مباشر فيه تخوف عند موظفين الحكومة وخاصة النجاة اللي بيصل فيها تحول أو تخصيص إلى أنه خلاص ما عندهم موظف حكومي أمان وظيفي على سبيل المثال وهذا الشيء الشائع عند الناس أمان وظيفي الوظيف الحكومية أمورك نام ورتعه خلاص مش بيصير وضعنا دعنا نحن شركات ويعني الحين هذا حديث كبير يدور فيه عندهم تخوف أن تقول أنا أستبشر وأنا أطمن نعم صحيح كيف تخليم يطمنون أنا أقول لك كيف إذا كان عندك معلم متميز أو معلمة متميزة ورغبة تطلع من الكادر الحكومي الآن تنقل إلى وظيفة أخرى في القطاع الخاص خروجها صعب بينما الآن بالنظام الجديد راح يكون الاستقطابات للجهات الأخرى سهل جدا ورح يكون فيه مميزات أكبر رح يكون فيه عندك تأمين طبي رح يكون فيه عندك عقود موثقة وأنت اللي موقعها بنفسك وعارفه لك وليلي عليك مع اللوائح الموجودة لتنظيم العمل رح تكون الرواتب محددة ومعروفة وما رح تكون فيها نقص أو أقل من الرواتب الحكومية الوظائف الحكومية الخدمة المدنية يعني كذا ولا كذا كويس أنه ما انتهت بإنهاء خدمة أو ما انتهت بفقد الوظيفة لا انتهت بخيارات أفضل هذا اللي نهني عليه أنه ما جاء والله قال لك والله يتلغى جميع الوظائف وسكة المشرع لا أعطاك بدائل أخرى تساهم في رفع مستواك وتساهم في رفع تأهيلك طيب بس على الساسبات عدها النقطة خلنا أخذها حتى على تجارب ممكن عالمية يعني في أحد المرات كان أحد الوزراء وزار الأخير المدنية السابقين صرح وقال أنه ليس من مهمة أي دولة في العالم هي التوظيف إنما دورها نتخلق فرص وظيفية وتهيئ البيئة لهذا الجانب وحنا نعرف أنه يمكن ميزانية الدولة يمكننا حوال نصها تقريبا أو أكثر يروح وين رواتب موظفين هل فعلا ليس من مهام الدولة أن توظف إنما تخلق فرص وظيفية شوف احنا ما وصلنا الدولة لو كانت يعني ما رح تحمي الموظف السعودي ما طلع القرار هذا بالخيارات هذه وبالإيجابية كان طبق وقال نحن ما نموظفين أحد وانت الموضوع لا الحمد لله نحن هنا شعب وحكومة متماسكة وعارفين ثقافة المجتمع متعاملين معها لذلك كانت هذه الخيارات أن تحط أمام المجتمع خيارات متعددة تعطي فرصة القطاع الخاص للمساهمة في دعم اقتصاد الوطني والمساهمة في تشغيل هذه المنشآت الحكومية طبعا حسب القواعد والترتيبات التي صدرت هذه ونظام التخصيص الذي قبله صدر الدولة لا تخلت عن الموضوع الدعم القطاعات الحكومية وتشغيلها سيكون هناك ميزانيات معتمدة لهذه البرامج لذلك لا صحيح أن القطاع الخاص هو الذي سيدفع الرواتب فقط ولا أن الخدمة ستكون بمقابل والحكومة لا بالعكس القواعد هذه ما جابت أي طاري للموضوع هذا نظام التخصيص ركز على وجود الميزانية قبل التعاقد وقبل الاستثمار في القطاع الخاص ومساهمته في تشغيل هذه القطاعات الحكومية طيب خلي الفرق بين التحول والتخصيص هذه جزئية والأمر الثاني وش القطاعات المستهدفة في ملف التحول والتخصيص أوي شيء أهلا وسهلا أخوي خالد الله يحييك في البرنامج وحيي المشاهدين الكرام القطاعات المستهدفة في التخصيص هي 16 قطاع قطاع الصحة قطاع التعليم قطاع المالية قطاع الداخلية قطاع الموارد البشرية عدد من القطاعات كثير تم الموافقة على تخصيصها الفرق بين التخصيص والتحويل هناك فرق بين التخصيص والتحويل التخصيص هو تخصيص الوزارات إلى شركات منافسة تبع القطاع الخاص وضحها بمثال مثلا مثلا في التخصيص معنا أنا أريد معكم تبقى نبسط يا جماعة المعلومات ولن فيه سبسلات كثيرة قد مستطبحة وحتى أسألكم إياها للناس شركات منافسة مثلا عندنا شركة الصحة القابضة هذه الشركة ستكون شركة منافسة ستنزل في الشركات التي تستثمر في قطاع الصحة سيكون لها تأمين سيكون لها أنظمة الحال وتشريعات الحال أما مسألة التحويل هي التحويل من القطاع الحكومي من الوزارات إلى القطاع الخاص لشركات تملكها الدولة لشركات تملكها الدولة مثل إيش؟ مثل شركة المياه شركة ستي سي شركة الكهرباء هذه في السابق أخذنا معها تجارب تحويل تحولوها من القطاع العام إلى القطاع الخاص لشركات مملوكة للدولة طيب الفرق بينهم وكيف يصير وضع الموظفين إن شاء الله مع القواعد الجديدة نحاول أن أبسطها لكم بعد الفاصل أهلا بكم من جديد ترحبنا بضيوفنا في الستوديو المستشعر القانوني أستاذ أحمد المحميد كذلك رحب الأستاذ خليل الديابي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة طيب أطفن على السؤال الذي كان قبل الفاصل أنا سألت وشي القطاعات المستهدفة في التخصيص يمكن ذكرت وعدت من قرابة 15 يعني 16 قطاع 16 قطاع أنا سأل سؤال بطريقة أخرى هل في قطاعات حكومية مستثنات من التخصيص لم يرد في نظام التخصيص إلا هذه القطاعات الستة عشر عندك مثلا القطاعات الأمنية والقطاعات العدلية لم تكن ضمن الجهات المستهدفة بالتخصيص حاليا لكن ربما من مستقبل تشملها التخصيص لكن حتى الآن حاليا لا طيب خلينا أخذ الرحلة خلينا أبسطها تمام عشان أبسطها للناس يعني أن تجيب ليها من زاوية قانونية وأنت للهينك وكيف من زاوية الـ HR ومواد البشرية كيف تكون رحلة الموظف يعني لنفترض أنه سيطبق الآن على القطاعات حدد توريخ معين وإلى آخر كيف تكون في رحلة التخصيص الموظفين شوف القواعد تكلمت عن التحول وعن التخصيص التحول هو نقل الموظفين لمن يرغب وتنطبق عليها الشروط الموظف العام إلى نظام العمل وفق عقد عمل وفق بعض الخيارات التي تأتي من يكمل 25 سنة ومن أقل من 25 سنة 25 سنة هي المعيار لأنها سن التقاعد المبكر في نظام التقاعد الآن خلنا أخذ الدم كنت أخذت المعيار هو 25 سنة طيب 25 سنة خدمة في القطاع العام ومدرس نفضل مدرس أو مدرس أو مدرس 25 سنة أكثر من 25 سنة طيب يلا العلمين ما يتسوون تسوين نقول تعال لما لن يكون في هناك قوائم بأسماء متعددة أو زي ما تقول التالية أسماءهم لا سيكون كل واحد له استمارة الوحدة مثلا خالد العقلي معلم 25 سنة أو 20 سنة أو 22 سنة أو 10 سنوان أقل كلهم أقل من 25 نقول تعال قدامك خيارين هذا اللي أقل من 25 أقل من 25 خيارين أمتي قال طال عمرو نسوي إنهاء خدمتك الآن ونحولك مباشرة تضم خدمتك إلى التأمينات الاجتماعية وتعتبر خدمتك متواصلة كان لما توقفت كان شيء ما تغير ما تغير نهائيا نفس الأجر الراتب اللي كنت استلمع الخدمة المدنية راح يسمى أجر وفقا للنظام الجديد وتكون نفسه الأساسي والإجمالي راح يكون نفسه ذاته ونفس المميزات يعني حتى اللي معلش الأساسي أخلى عشرة أضمنها بس لأنه أحيانا أنت يعني الوحدة عنك هي الراتب الأساسي اللي راتبه أساسي وعنده بس بدلات ثانية إضافية هي اللي تخلي راتبه يعني زين مبدلات أنا خاف أن أقول يصير الراتب الأساسي أزيان بس البدلات كلها تروح وصيرها قلات ما تروح نصت القواعد على أن تكون شاملة نفس الراتب يسكني نفس الأجر هذه نقطة يعني أفهم أنه ما في ولا أحد أبدا يعمل في الحكومة وراح يشمله نظام التحول والتخصيص في القطاعات المستهدفة ما رح ينقص من راتبه ولا ريال نهاي ولا ريال النظام حمل موظفين القرار مولاي خادم الحرامي الشريفين حمل موظفين جميعهم أنهم يستلموا حقوقهم من تحولهم من برنامج الخدمة المدنية إلى برنامج نظام الموارد البشرية أو لاحة نظام الموارد البشرية أن الحقوق طيب هذه جيدة لكن أنت قول ما رح ينقص سراتب كولاريال وهذا كفله النظام لكن هل يمكن يزين هل يمكن يزين نحن برواتب نزين نعم ونبي الناس مثلا رحنا الخصخصة رواتب القطاع الخاصة فأمن القطاع العام وفيه بونس وفيه زيادة على المبيعات فيه زيادة على الخدمات فيه ترقيات أسرع وأسهل لعني عندك مثل خدمة مدنية ترقيات كل أربع سنوات في النظام الجديد من كنت ترقى خلال سنة متى والسؤال متى تزين متى أعطي رائح أثبت وجودك طور من نفسك انتج أنت هنا تصل إلى مرحلة المنافسة مع زملاك الآخرين إذا أثبت وجودك أنتجت في عملك أثبت وجودك طورت من نفسك بشهادات علمية وصلت نظام نظام الشركات اللي نلاحظها من قبل طيبا أنا اللبتلاني بمدير متسلط على سبيل المثال تتكلم عن لسان الناس هي يعني واحد سائل يسأل سائل يسأل أنه مثلا عنده مدير في أي قطاع من قطاعات الحكومية المستادفة بالتحول والتخصيص أهو كويس وكفاءة وجيد لكن المدير هذا حجر عثرة يعني في أنه يتطور على سبيل المثال أو أنه هذا المدير ما أنصفه كيف تضمن لي حقه؟ أنا أضمن لك حقه القواعد ضمنتي يعني لا يحتاج يدخل فيها أي أحد أول شيء نصل القواعد على تشكيل لجنة فنية لوضع المعايير لوضع السلم الوظيفي لوضع بعض الإجراءات التي تنمع على اختيار الموظفين والتحويل من عبر لجانة فنية حتى فيها مشكلة من عدة قطاعات وليست من قطاع واحد فهذه تضمن السيف سايد للموظفين لن يكون مصيرك بيد شخص محدد طيب عندي نظام بس النظام ما طبقه لمن ألجى هنا جاء كذلك النظام تكلم والقواعد تحدثت فيما يتعلق بموظفية الخدمة المدنية وعنده تظلم يتجه للمحكمة الإدارية مباشرة بعد طبعا وفق إجراءات المرافعات من ديوان المظالم تظلم قدام الوزير أولا ووزير الجهة اللي تعمل فيها وبعدين تروح لديوان المظالم أما بالنسبة لموظفية العقود أو موظفي بندل أجور أو غيرهم اللي متعملون بموجب العقود نظام العمل فيتظلموني أمام المحكمة العمالية القواعد هذه أنا شيء جاهلي لأن ألمت حتى المدد النظامية فيه يعمل فيه بدءا من خلال شهر إلى ثلاث سنوات طيب أنت فتحت بس نقطة لأنه سبق انطرحناها هكذا المرة اللي هي معاناة أخواننا موظفي بنود العجور ما راح أتكلم عن تفاصيلها لأنه توقع معروفة يعني عندهم يبقوا حلول لها حلول لهالمعاناة اللي هو كان فيه بند استثمر أو يعني استخدم بطريقة يعني غير صحيحة من كثير من الجهات الحكومية وظفوا ناس بمؤهلات أقل من مؤهلاتهم وبروات متدنية بعضهم ثلاثة أربعة هذولي هل نقدر نقول النظام الجديد بيكون إن شاء الله بإذن الله يعني فتح لهم ما في الشيك أنا أعتبر يعني فال خير لهم إن شاء الله لأن اللجنة الفنية هذه اللي وضعت واللجنة الاكتوارية كذلك اللي راح تحدد القيم والجور هذه راح تساعدهم كثير بأنه تعيد تقييمهم من جديد راح تحسب مؤهلاتهم راح تحسب قدمتهم راح تحسب المهنة اللي مرسونا والمسمى الوظيفي راح يكون لهم اشتراك بالتأمينات الاجتماعية وراح يكون لهم عقود سنوية فأنا أعتبر أنه من الناس الكسبان كثير يعني هيتحسن وضعهم أعتقد نعم أعتقد نعم رأيك فيها نعم نعم راح يتحسن وضعهم الآن وزارة الموارد البشرية هي وزارة تابعة للسلطة الأولى في الدولة لها أنظمة وتشريعات لها لوايح اللوايح جميع الموظفين الآن راح يتبعوا لأنظمة وحدة في السابق كان عندنا نظامين اللي هو نظام مصلحة معاشات التقاعد وكان عندنا نظام مصلحة التأمينات الاجتماعية وبينهم جاب كبير وبينهم فرق ويش الفرق لو تسألني ما هو الفرق بين مصلحة معاشات التقاعد وبين التأمينات الاجتماعية الفرق في اللوايح والتشريعات الفرق في ذلك في الأنظمة سن الأنظمة لها نظام مصلحة معاجات التقاعد له نظام ومصلحة التأمينات الاجتماعية لها نظام الآن النظام كفل لجميع حقوقهم أيًا كان أيًا كان كفل له حقوقه كيف؟ في التوظيف في السابق كنا نسمع أبغى وظيفة حكومية أنا ما أرض لنا بوظيفة حكومية الآن المفهوم هذا لازم يختلف لماذا لازم يختلف؟ لماذا لازم يختلف؟ نحن في واحد واحد عام 1437 صدر برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للموارد البشرية وطبق على عدة مراحل البرنامج هذا يحل الموارد البشرية تحل مكان شيء اسمه شؤون الموظفين ممكن تسألني سؤالي خالد تقول لي شؤون الموظفين وموارد البشرية؟ شؤون الموظفين في السابق كانت تهتم في الإجراءات فقط الإجراءات روتينية نظام الخدمة المدنية قال كذا أرجع للنظام وارجع للنائحة هذا إجراء الخدمة المدنية هذا اللي كانت تهتم في شؤون الموظفين أما حاليا الموارد البشرية واش تهتم في الموارد البشرية؟ موارد البشرية تهتم في السياسات تضع الأهداف تضع الأهداف المين؟ تضع الأهداف للمنظمة نفسها تضع السياسات للمنظمة نفسها تسعى للمنظمة إنها لا تصل لأهدافها تحقق أهدافها جميعا هذا الموضوع سيسهل كثير على فكرة أو يقلص فكرة وظيفة حكومية أو وظيفة قطاع خاصة الجميع لابد أن يعرف أن الوظائف الآن تحت مضلة واحدة مضلة وزارة الموارد البشرية هي التي تحمينها جميعا من كلامكم ونفهم القاعدة التي تحدثت وزارة خلال مدنية قبل أن تدمج مع وزارة الموارد البشرية لما مثلا حدثت لائحة تنفيذية الموارد البشرية وصارت فيها مقاربة من نظام العمل وضمت وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل وصارت وزارة الموارد البشرية والآن كأننا نحس أن مواصل تقاعد بنقولها مع السلامة وبتنضم مع التأمينات الاجتماعية هذا اللي باين لجميع متخصصين في الموارد البشرية أنه ما في شك ما في شك ما مستحيل أنه يصير نظامين والنظامين كلها مدد داخل الآن هذا القرار خلال ثلاث سنوات تطبق فيه الإجراءات الإجراءات التحول إلى نظام وزارة الموارد البشرية اللي هي مصلحة معاشات مصلحة التأمينات الاجتماعية التحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية لا بد أنه إذا انتهى القرار وتحول جميع الموظفين واصبحت شركات وخصخصة جميع القطاعات أصبحت مصلحة معاشات التقاعد بجهة واحدة فقط أو عدة جهات مثل ما ذكر الأستاذ أحمد قبل قليل لأن القطاعات اللي ما شملتها الخصخصة للقطاع العدلي والقطاع بعض القطاعات العسكرية مع انقطاع وزارة الداخلية من ضمن من ضمن المشمولة بالخصخصة طيب خليني بس فيه تساؤلات كثيرة توقع حولها الموضوع وموضوع جدا هام بالتأكيد بس أنا بقول لأنه فيه تساؤلات وعندنا تساؤلات جهزناه وتبنينا أن نكون معنا الأخوان من وزارة الموارد البشرية والله حال يصنوا مشاركوا معنا وتواصلنا معاهم وحتى كان عندنا موضوع ثاني للحلقة وغيرنا لهذا موضوع مهم وقلنا يا جماعة نبيني نطلع بحلقة خاصة يعني نبيني نوضح للناس ونبسط لهم وش لون الطريقة وش بيصير ردهم بعد الفاصل يا ألا بكم مجددين نتابع حديثنا عن موضوع جدا هام التحول والتخصيص وخاصة بعد موافقة مجلس وزارة القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص أجد الترحيبي بضيوفي المستشار القانوني أحمد المحميد كذلك يرحب بأستاذ خليل الذيابي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة طيب قبل اسمها كم الحوار أنا وإياكم تمنيت تمنيت أنه للسفسرات اللي جهزناها وخاصة بعضها يعني ممكنها تحتاج إلى رأيي تحتاج إلى معلومة يعني أحد يوضح يعني بعض النقاط تواصلنا مع الأخوان في وزارة المواد البشرية وقلنا لهم يا جماعنا بينطع بحلقة نرد لكم ردوا لنا قالوا موضوع عند مركز التخصيص مركز التخصيص قالوا الظروف ما تسامح أنهم يشاركون أنا أعرف أنه ممكن يعني كان يوم أمسرة تبنى بس إحنا غيرنا موضوع حكام عشان هالموضوع لأنه في طلب كبير عليه رجعنا وقلنا يا جماعة النبي ترد نوع السفسرات تعطونا واش الإجابات عليها ما تفعلوا مانا أنا بس عندي رسالة بس يعني هذا مشروع كبير وفيهم ممكن مليون ومئتين ألف موظف يعني طبعا مو بشرط كلهم لكن شريعة موظفين الحكومة تقريبا بهذا العدد خاصة منهم أن يشملهم نظام التحول والتخصيص عنده مسئلة يا ناس وهذه قناة الوطن هذه قناة الوطن اللي حتى بيشملها في رجع الله التحول والتخصيص يعني من ضمن القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص وبيصير فيها هذا الجانب فإذا ما تجاوبتم معنا ولا عطيته لتلفزيون القناة السعودية وتلفزيون وطن قيمته بالتجاوب والتفاعل مع السفسارات الناس وأجوبتهم في موضوع حساس وهام جدا اشتبوا نسوي يا جماعة ما نتاعي نروح خطابات ونروح نجي ونرسى ندخل في دوامة من البيرقراطية اللي قاعدة الدولة والحراك الحكومي السريع جدا والمتغير ومتطور يحتاج مرونة اتصالية سريعة أو تخصون قناة ثانية أو كي يعني من القنوات ما عندنا مشكلة جماعة بس أجيبوا على تساؤلات الناس تفاعلوا مع الإعلام عطوا تلفزيون وطن قيمته وقدره تقولوا تلفزيون الحكومة بكرة تلفزيون خاص إن شاء الله ويدار بطريقة القطاع الخاص بعد ومستهدفين حين بهذا التحول فبالتالي أتمنى يعني من الأخوان نكون في تجاوب وعذرونا مصعبة ما نطرح الموضوع فنطرح بوجود المختصين لوضحهم كثير من النقاط اللي المصدر المسؤولة والمصدر الجاهل المعنية بهذا الموضوع لم يكن منهم ذاك التجاوب اللي كنا نتمنى وما وجدناه طيب ما دوش أقول يا أحمد طيب قلني أكمل أنا وياك على حين وصلنا إلى المعيال قلنا 25 سنة أنا تفصلت فيها بس خلنا أخذها كميثاب خذ لي شريحة معلمين والمعلمات بس وابغل حين قدامك كل معلم معلمة يبي يعرف وضعه شوف ما قال القواعد التشريعات اللي صدرت هذه حطت المعيال 25 سنة لأنه هو سن 25 سنة كقدمة يعني اللي تعينه قبله عام 1420 من عام 415-17 تقريبا يكون ينطبق عليهم النظام ينطبق عليهم القواعد اللي أقل من 25 سنة يهوه بقدام خيار يتحول تنهى تحويل إلى عقد العمل وتحسب المدة سارية لك اللي يكمل 25 سنة أكثر يعني لو 30 سنة لو 26 هذا لا تنهى مباشرة يحالي للتقاعد المبكر ويحين على طول مباشرة وبموجب العقد تعاقد المدة سنتين ومدة سنتين هذه طبعا للجميع عقد ثابت محدد المدة لا يمكن إنهاء الخدمة من خلال هذه السنتين فيه ناس تقول لك لا أنا ما أبغى أشتغل ما أبغى أحول العقد العمل وشي الخيار المتاح له ونقول له تعالي اختيارك على عين وراسي النظام ترى القواعد ما قالت يفصل ويروح طب وشي يفترض واحد قال ما أبي أنقل هل تقول لي إما كذا ولا كذا لا مزبوط نقول له تفضل هذه استمارة لك ويمكنك تغيب كل يوم بالأسبوع تروح تدور لك أي وظيفة ثانية في أي قطاع حكومي أنقل قدماتك مدة سنة مدة ستة شهور لك حرية كاملة بعد ستة شهور للوزير تقرير تمديد هذه المدة يصير المجموعة سنة طيب لك سنة كاملة هل أنا مسؤوليتني يلقى من يأخذني طب حشب عشان كذا أنا أقول لك أن القواعد هذه ما قالت أنه قرار نهائي وينطبق على الجميع بدون خيارات لذلك وضعت هذه الخيارات فأنت قدامك عدة خيارات أخطر منها ما يناسبك فهذه الخيارات هي اللي أنا أقول أنه كانت إيجابية لأنها ما كانت قرار واحد يطبق على الجميع هل سيتم إنهاء خدماته قصرا اللي ما يلقى جهة لا اللي ما يلقى عملك يقول تتعامل معه جهته أما بالإعارة في إعارة كمان وردت في موجودة في القواعد والتشريعات البحث عن وظيفة أخرى التحويل إلى عقد العمل فالخيارات هذه هي الجيدة هذا اللي أنا أقول لك أني ارتحت الموضوع ليش لأن فيه خيارات ما في إنهاء الخدمة هل تقول فيه خيارات خلينا نقول بعد من ظن الأشياء اللي وردت وكان فيتساء لا يحق الجهة فصل موظف في السنتين الأولى من العقد طيب ولي ماذا بعدها ماذا بعدها بعد سنتين يتجدد العقد يتجدد العقد تلقائي طيب لنفترض أن عندنا خلالت كلم لكم صراحة عندنا كانت مثلا في بعض النقاط في نظام العمل فيمادة 77 على السمي مثال وغيرها هل ستطبق كذلك نقطة أنا قاعد أعطيكم يا جماعة لا عندك مشكلة أنظمة لوائح وزارة الموارد البشرية المادة 77 المادة 77 ألحقت بتعميم الحقي أنا أعطيت كمثال كمثال نعم ممكن أن المادة هذه تلغى يعني في أي وقت أنها تلغى مادة 77 ممكن أنها تلغى في أي وقت يعني المواد الموجودة في وزارة العمل إذا تحولت جميع الجهات إلى قطاع خاص لذلك يكون فيه شفافية في الأنظمة في لوائح وزارة الموارد البشرية راح يتم تحديثها بشكل مستمر فيما هو في صالح الموظف نفسه يعني الموظف ما راح يجحف حقه الموظف راح يأخذ حقوقه كاملة راح تكون الهدف من الخسخصة أصلا الهدف من الخسخصة كلها أو التحول أنه المنافسة المنافسة داخل المنظمات دائما يقال لا يوجد نتائج داخل جدران أي منظمة دائما نتائج المنظمات خارجها أنا مستفيد أرضو عن ما تقدمه المنظمة لي مستشفى نتائج أي مستشفى مريض مآفئ حبر للعلاج وخرج متعافئ هذه نتائج المستشفى نتائج أي مدرسة طالب تعلم شيئا بوسعه يقدمه للمجتمع إذا كبر هذه النتائج هذه الروح المنافسة هذه الروح المنافسة الهدف منها تحويلها إلى قطاع خاص نريد شركات منافسة حتى هل ما عليش تدامك تقول عن منافسة هل نتوقع أنه حتى الجهات الحكومية اللي مشمولة بالتحول والتخصيص راح تتنافس فيما بينها في مسأة يعني والله كفاء مثلا كفاء أنا كفاءة كويسة لكن موجود في جيم الجهات يوم جاء التحول والتخصيص والله ما أنصبتني فيجا ثانية حكومية بتقدم لي أزل من عرضهم هل هذا يمكن نعم نحن أتفق معك خالد يكون فيه استقضاء بالكفاءات يكون فيه وفرة بالتوظيف يكون صالح الموظف نفسه أنه يختار بين الأميز والأفضل ترى هذه من إيجابيات التخصيص اللي هي المنافسة زي ما ذكروا سيد جميع المنافسة راح تحليق فرص توظيف أكبر وأعلى واختيار المنشآت يعني مثلا بالمناسبة ترى هذه فيها إضافات كويسة راح نتخلص من نقل المعلمات بين المدن اللي رايح وجاي كيف راح تخلص منه طيب لأنه بتكون التعيين هناك نفسه بدارة التعليم بنفسه دارة لما راح يكون تعيينك من الخدمة المدنية بالرياضة معاك فيه مركز توظيف مركزي نصح التعبيب نكون فيه توظيف شامل عند الجهة لها صلاحيات بالتوظيف هذه نقطة النقطة الثانية التكدس الوظيفي ما راح يكون فيه سلم أنا والله مضالية عشر في ثمان سنوات ما ترقيت انتهى المضال هذا بتنحل ذلك نشكايا تتباين السلالم ما بين الجهات يعني معلش هنا في نقطة أنت تقولي الحين والله خاصة الجهات المستلفة بالتحول والتقصيص تتباين السلالم عندها الوظيفية من جهة لجهة هذه والله سلم حقه مزين هذه والله هقل مزايا هذا التباين ذلك الآن مع الخاص خاصة تنحل مع نظام وزارة الموارد البشرية راح ينحل يقصد خالد المسميات والوظيف المسميات والميزات والرواتب يعني مثل يعني راتب في قطاع الصحة مثلا عشر ألاف ريال نفس الوظيفة راتبها في قطاع التعليم اثناء عشر ألاف ريال أنا بطلع من الصحة وبروح التعليم من حقك وهذا موجود وهذا هو المنافسة نعم لأنه أول كانت ثابتة المعلم مثلا اللي كان في قرية تبعد عن الرياض سبعمائة كيلو أو المعلم في الرياض كل راتب ومحل وميزات ومحل الآن مع نظام التخصيص هذا ومع نظام التعاقد العقد راح يكون فيه مميزات راح يعمل حساب أنك في منطقة نائية هل يزيد ولا ينقص راح يكون فيه منافسة راح يكون فيه يعطونك مميزات أكبر عشان تقبل بالوظيفة طيب الحين خليتكلم بكم صراحة يعني الآن كأنك تقولون هذا النظام ممتاز ممتاز كل شي في زيل إلى الله أعطوني رأيكم أنا برأي الموظفين يعني حنا حنا ننقل للمسؤولة رأى الناس يعني وتمنيت لكم باع حتى معانا شوف خالد أنا أقول النظام التحول والتخصيص القواعد هذه اللي صدرت مجلس الوزراء ترى ألغت ثلاث أنظمة سابقة للتخصيص صدرت قرارات وزارية سابقة ألغيت كلها عام 27 وعام 25 وعام 39 ألغيت كلها شاء هذا القواعد عشان تنظم كل ما سبق وتحطه في مسار واحد أول شيء راح يكون فيه تفعيل للحوكمة راح يكون فيه قضاء على الفساد راح يكون فيه مميزات إيجابية لكن تقول لي وش سلبياته أنا أقول لك فيه سلبيات وممكن فيه موظفين قد يخسر بعض المميزات اللي كانت عنده لكن هذا مبرر وش المميزات أنت تقول الحمار حينقص شيء وش المميزات لا المميزات ليست وظائف فقط مثلا ساعات الدوام ساعات الدوام بالقطاع الخاصة ما تكون ست ساعات تكون 48 ساعة في الأسبوع طيب ما عليش زد لي على الساعات بل زد راتبي أنا كتب الحكومة داوم ست ساعات أجي من 7 ونص أم لا من 8 ونص إلى 2 وربعه وهذه من الأشياء المفترض يعمل حسابها أن زيادة ساعات الدوام أضف إلى التقييم والترقيات الترقيات كانت هناك كل أربع سنوات هنا لا في نظام العمل أو عقد العمل راح تكون سنوية راح تكون عندك زيادة سنوية ففيه مميزات وفيه سلبيات احنا ما أقول لك أنه أنا من وجهة نظرك قانونية أنه إيجابي لا أنا أعجبني فيه أنه حط خيارات حط مدد نظامية حط اختصاص قضائي يعني من الشكل القانوني متكامل السلبية اللي بتطلع على الموظف شخص واحد من عشرة ممكن تكون طيب بتكلم حتى عن التحديات يعني بعد هالفاصل واللي بحاول فإن شاء الله أطرح يعني بشكل سريع تساولات الناس اللي وردتنا حوالي بعض النقاط الخاصة في هذا النقاط يهلا بكم جديد وجديد تلحيبي حتى بضيوفي في الاستوديو المستشار القانوني والمحامي بعد أحمد المحيميد وكذلك الأستاذ خليل البيع بعض مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة طيب بس لأن قدامك قادوني خدني أسألك لأن بيصير كل الشغل نظام عقود نعم عقود عمل لبدة سنتين قابلة للتجديد طيب ويخضع النظام العمل ولا حتى نظيم العمل التابع الموارد البشرية طيب الطرف الثاني هو الموظف ايه الموظف هو الطرف الثاني في حالتين ربما تكون هذه ولا هذه أنا ما أدري حقيقة لأن المان بتبين تبلي بالقواعد أما تكون نفس الجهة الحكومية اللي مقصودة بالتخصيص يضع اسمها يتعاقد مثلا خالد العقيلي مع وزارة التعليم كمعلم أو أن تكون مع المشغل أنا من ناحيتي شخصية من وجهة نظري خفضيع كذا من وجهة نظري أنا أفضل أن تكون مع الجهة الحكومية ويكون المشغل يتغير كيف يتغير المشغل لكن عقل يكون ثابت مع الجهة الحكومية هذا من وجهة نظري لكن أنا لا أعلم من هو المجلسة القانونية و الموارد البشرية إذا كانت في التحول إذا لا نظام التحول للجهات راح تكون على الجهات الحكومة الجهات الشبه حكومية القطاعات الشبه حكومية أما إذا كانت على الخصخصة للشركات المنافسة و يتعاقدون معها لكن جميعها راح تكون تحت مضلة وزارة الموارد البشرية لأن في مجلسة إشرافية موجود جهة مشرفة و جهة صاحبة شان موجودة كلها في القواعد والتنشي خليني أسهد أنكم بس ما يتصالها مع لست تركي بن علي المختص بالمواد البشرية تركي حكلم معنا طيب خليني نتكلم عن هالي يمكن قواعد اللي صدرت فيما يتعلق ب يعني نظام التحول والموظفين والعمال في القطاعات المستادفة بالتحول والتخصيص أبي تعطيني كيف مختص بالمواد البشرية كيف يمكن ينعكس هذا يعني النظام على الموظف نفسه بعضهم متقوف بعضهم بيقول يعني مستبشر خير خليني نتكلم عن كموارد بشرية كيف ينعكس هذا فعلا على الموارد البشري بشكل عام اللي هو الموظف طبعا الموارد البشرية نحن بنحتان بأداء المنظمة كما بنحتان بأداء الموظف نفسه الانتقال الموظف يعني ليعود شيء يحفظ حقوقه بشكل كامل أيضا يحفظ الموظف أكثر على العطاء لن يربط العلاوات ويربط الأشياء هذه بموضوع التقيم السنوات بحيث أنه يحتمر الموظف الذي الأفضل والأحسن في العطاء وفي العلاوات وزيادات والحصول على الترتيات بمتكر الأشياء هذه مرتبطة فقط بوجود الشخص غض النظر عن التقيم هذا بشكل كامل يمعكس على المدى القريب والمدى البعيد على أداء المنظمة عند الكل منظمة يعني تعطي المجتمع نتكلم عن جهات حكومية جهات الحكومية هدفها خدمة المواطن إذا كانت الجهة الحكومية تؤدي أهدافها هذا معناته احتمرارية لأداء المنظمة بالكامل وعطاء للمجتمع ورضا من العمل لهم المواطن طيب شكرا لك على المدى خلق الوقت داهمني لكن لعل إن شاء الله نفيد له حلقة يعني تكميلية وكلنا على مقال نرحب أخوانا يا بوزاعة المواطنة البشرية ولا مركز التخصيص الحلقة القادمة نتبون كلها لكم بس يشروح للناس وشير للنقاط العامة يا أهلابكم ويا مرحبا بكم بالعكس نحن نبحث عن مجيب تساؤلات الشارع السعودي طيب الآن بس أفهم يعني كموارد بشرية معنا ذلك الآن نقول اللي خلت تكلم بكل صراحة يوم قال أحد المسؤولين الموظف السعودي ينتجي تساعة وزعلنا عليه بصراحة يعني وزعلنا والناس يعني ما هذول يعني بهذه الطريقة يعني صار في تسطيح فعلا لدور الموظف السعودي الآن وفي القطاع الخاص نبلش باللي يفضلون غير السعودي على السعودي بدعوة لإنتاجية طالح الحين تبقوا نروح قطعة خاصة يا جماعة خاص تقولون أنحنا أنتم من ردي قايرين أننا ما ننتج هل هذا هو الاتجاه يعني هل نفهم أنه الوظيفة معدي هي خذ وظيفة وفطر ونام وكبد وذكرت أو رح تعال نادي الدوام أو وجع أول يعني خلاص تبتشتغل يا هلابك ما تنشتغل ذامك معدل خمس وعشر احتقاعدة زيال لك خالد أنا شخصيا وقل على المحميد قال أنا أراهن على الشباب والشابات السعوديين أنا أتكلم عن الموظفات الموظفات أولا والموظفين ثانيا إذا اعتمد عليهم وإعطوا الصلاحية كاملة وضمنوا حقوقهم بموجب هذه اللوائع مثل هذه القواعد أضمن لك مئة بالمئة الإنتاجية بتفوق أعلى مستويات الدراسات الموجودة حديثا وساعات بتكون زيادة الآن شيء يجب القطاع الخاص تشوفون بيروحون من ثمانة إلى خمس وما شاء الله يطلعون زيال وردة مفتحة ويكملون يومهم يشتغلون لأنه كان كافة يحفز في عنده مسار هو رايح وين هذا اللي صار يعرف أنه والله بيأخذ بونس هذا اللي صار مو بيأخذ روح يطامر يقعد موظف الحكومة على خارج دوام يقعد حب خشوم أم لا خاش دوام يروح للي يحبهم الموديل هذا انتهى الآن اعتمد على نفسك الآن أنت قادر الكاريزمة الشخصية حقتك ثقافتك الشخصية تطورها تطور معلوماتك تطور قيمك الشخصية العمل يطلب مو بس جهد يطلب أخلاقيات يطلب علم يطلب معرفة يطلب تدريب كل هذا يتوفرها الجهات إذا الجهات ما وفرتها تعتبر الفشل ليس في الموظف السعودي إنما في الجهة نفسه طب الجهة و الجهة من يحسب إذا فشلت عندك لجانة إشرافية وزارة الموارد البشرية هي المسؤولة هياة مكافحة الفساد عندك جهات علية جاسة فيها لجانة إشرافية مشكلة من عدة قطاعات بالعكس أنا أقول أن القواعد التخصيص هذه راح تمنح وراح تعطي فرصة للشباب والبنات السعوديات المنافسة راح تصبح حتى بين الموظفين نعم مو على الشركات والقطاعات بس راح الموظفين نفسه ينافسوا على الحصول على الوظائف الأعلى على الحصول على المميزات الأعلى يطوروا من أنفسهم في الحصول على مؤهلات أخرى بس هل تضمن للعدالة والشفافية هذه نقطة العدالة والشفافية تضمن عن طريق وزارة تشريعية وهي موارد البشرية هي المسؤولة عن وضع اللوائح والأنظمة والتشريعات ومتابعتها وإذا ما أنصفتن هالجهة التشريعية يروح لمن؟ يروح للمحكمة العمالية تظل على طول أي حق يسقط من حقوق الموظف عنده خدمة مدنية دوان المظالم المحكمة الإدارية ولي على نظام العقود يروح للمكتب العمل والمحكمة العمالية وإذا ما عندي قروش أدفع تكلف المحامي مثلكم المحامين ما بلازم محامي القضايا العمالية والقضايا الإدارية ترى مبلازم محامي يعني أنت ما تجد راح تطالب بذلك يعني بمستحقاتك كم بحدود مئة ألف ترى تدفع المحامي خمسين ألف لا طالب بنفسك وتقدر تستشير وتقدر وعندك أصلا أصلا التقنية الإلكترونية اللي حطتها الآن وزارة العدل ودوان المظالم تقودك إلى الحق صحيح طيف إن شاء الله تقودون للناس الحق شكرا طيب شكر لكم الحقيقة للمحامي يا أحمد المحميد قادرون شكرا كذلك لإستاذ خليل الضيابي عندي مداخلة أخيرا أخيرا أنا متفائل جدا القادم أجمل بإذن الله شكرا لك أخوي خليل الضيابي ومجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة وشكرا كذلك للملني تابعنا وتساؤلاتكم اللي ما أجب على أكيد إنه فيه شيء خاصة بالوزاعة المواد البشرية إن شاء الله سيتفاعلهم معنا أكيد حين الشركاء إن شاء معهم في النجاح وفي التخصيص نحن نخصص حتى التلفزيونات كلها وإيتي دعا وتلفزيون وكل القطاعات الباقية نلتقي على خير ونتفاعل دوما بالخير وإنتاج لعظم واطن ترجمة نانسي قنقر